اشتركوا في القناة مفيش حق هيضيع عند ربنا وكل الخصوم عنده يوم الحساب حضرين على قنطارة المظالم هتترد كل المظالم بالعدل والحق للخلق أجمعين مشهد من أعظم المشاهد يوم القيامة ومشهد رد المظالم يا ترى مين الشهود ومين هيكون حضرين تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة ان شاء الله مع فضلت الشيخ الدكتورة مدان عبد الرازق وعضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف وان شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم فضلت الشيخ السلام عليكم أهلا بحضرة الكتورة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بسعاتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات طبعا مشهد يوم القيامة كل حد بيتصوره أو بيجيله في خياله زي ما خياله يجيبه ولكن أكيد بالدلائل في تصور معين لليوم ده خلينا نقول في البداية يعني ايه قنطر بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعض هو المشهد وحضرتك بتكلمي عنه أنا حاسس بالخضة يعني عارف حضرتك لما تتخيلي أنه كل مثقال زرة لأي مخلوق من إنسان أو حيوان أو أي شيء هيتاخد حقه يوم القيامة يعني تخيلي حضرتك لو إنسان نظر إلى أخيه نظرة يخيفه بها بغير حق هياخد حقه منه يوم القيامة أبسط الأمور لو غمز عليه غمزة غمزة كده شايف صاحبك هتحاسب عليه يوم القيامة نص كلمة حرف واحد هتحاسب عليه يوم القيامة ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مسلمين ولو بشطر كلمة في رواية قال ولو قال أق ألف قاف ما كملش الكلمة نتحاسب هنا بالحرف الواحد يا فندم بالنظرة الوحدة هنتحاسب يوم القيامة عن الفتيل والقطمير فكر حضرتك وإحنا بنشرح التمرة كده التمرة لما نفتح التمرة نلاقي النواية عليها قشرة بيضاء خفيفة جدا ده القتمير والتمرة دايما مشقوقة فيها كده إيه خط كده في وسط الخط ده فتلة كده بيضاء القشرة البيضة دي والفتلة البيضة أنا أكلتهم من حلال ولا من حرام فكيف بالتمرة نفسها فمتخيل حضرتك أن الناس هتقب بين يدي الله عز وجل وكل واحد هياخد حقه لا ظلم اليوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم خلينا نجيب الموضوع من الأول حضرتك إحنا عندنا الصراط الصراط كان زمان دايما يقولوا عليه سبع قناطر فاهمان فاكرة فاكرة وأنا هنسى عمري بعدما يعني قلت بكل ثقة أن فيه سبع قناطر قال ليه فيش حاجة اسمها كده أساسا بظبوط يقولك القنطرة الأولى لا إله إلا الله والتاني الصلاة والتالتة الزكاة والربعة الصيام والخمسة الحج والستة الأمر بالمعروف والسبعة السبع الكلام ده مليوش أصل لا من القرآن ولا من السنة لكن اللي ورد في السنة أنه فيه قنطرة المظالم سميها قنطرة القصاص حضرتك بدأت بسؤال مهم يعني إيه قنطرة يعني لجنة امتحان طب هي قبل ولا بعد بقى المحكمة الإلهية لا هي بعد المحكمة الإلهية بس هو السؤال هي قبل الصراط ولا بعد الصراط أدق الأراء إنها بعد الصراط وعشان القنطرة دي اسمحيلي فضل سيدنا النبي كشف ظهر وبطنه عشان يضرب عليهم عشان ينجوا من القنطرة دي إزاي تخيالي حضرتك اللي بقوله تخيالي حضرتك واحد من زوي الهيئات قيمة وقامة أخطأ مرة فضرب حد غلبان بالألم على وجهه وبعدين ندمة ورايح للغلبان بيقوله حقك علي سمحني فالرجل قال له انت عايزنا سمحك قال له آه قال له انت ضربتني على وشي قدام الناس أضربك على وشك قدام الناس هيقوله إيه هيقبل وهو ده السؤال خلاص براحتك في الدنيا أرخص مو عشان قنطرت المظالم دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من حديث وعمل أكثر من عمل يلا نقول علشان تخلي بالك براحتك اللي نفسك تعمله وعمله شديت حلك وظلمت حد قسما بالله ليتاخذ منك دنيا وآخرة وقعت حد في حاجة اتكلمت على حد بصورة مش كويسة أزيت حد وانت هو مش عارف مين اللي أزاه ولكن ربنا يعلم شديت حلك على حد ظلمت حد أكلت مال حد انتهكت عرض حد خوفت حد والله العظيم تلاتة بالزرة وبالحرف وبالكلمة ومن نظرة ليخلص منك دنيا وآخرة ما فيهاش كلام دي ما فيهاش احتمالات أصلا خال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم ده الخلاصة الأخيرة لكن في الدنيا برضو لا المظلوم ربنا هيبرد قلبه أصل ربنا لما يقول فأغراقنا قال فرعون وأنتم تنظرون ليه وأنتم تنظرون ليه ويشف صدور قوم المؤمنين ما هو ده الأمر يا مظلوم ربنا هيبرد قلبك برؤية حقك من الظالم دنيا وآخرة يا مظلوم ربنا هياخد حقك يا مظلوم ربنا هيجبر خطرك يا مظلوم ربنا هيطبطب عليك على قد الوجع اللي بيتوزعه من الظلم كفاية قوي والوجع ده محسوب والألم ده محسوب وربنا لا يغفل أبدا أبدا وكله مكتوب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى إيه ده واتطمن وحقك مضمون وجاي دنيا وآخرة وعشان الحق ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قال لنا جميعا أتدرونا من المفلس عارفين من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس اللي ما عندهش فلوس ولا عنده عقارات ولا أراضي من لا درهم له ولا بتاع قال لا المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحاج وقات وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته يعني هو شتم الناس واتكلم عن الناس واختاب الناس وآذى الناس فيقف يوم القيامة أقف يا جميل أقف يا حلم ويجي بقى كل واحد يا رب خد حقي فقول له تعالى انت حقك كذا آه لك عنده مليون حسنة شيل حسنة ويمشي وانت تعالى حقك خمسمائة ألف حسنة وانت تعالى حقك عبادة سنة كاملة شيل وانت تعالى لك اثنين مليون حسنة يبقى خلاص ما فيهش خلاص ما فيش حاجة خالص طب مو دا لسه ناس كتير لهم حق تعالى انت لك عنده ايه يا رب ده عمل فيه وعمل وعمل طب يا رب ما ليش حسنات طب هات بقى من سيئاتك يجي واخد بقى من سيئاتهم على دماغه وياخد من سيئات ده وياخد من سيئات ده كانت دركته الدركة بالكاف بالكاف ما هي جهنم دركات كل ما تنزل لتحت اسمه درك كل ما تطلع لفوق اسمه درج فالنار عشان تحت دركات والجنة عشان فوق درجات فدركته الدركة بتاعته كانت اربعة من السيئات اللي خدها من الناس بقى ادركت في الدرك الأسفل من النار مع المنافقين فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه مردش المظالم للناس أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أعوذ بالله سيدنا النبي بينادي يا ناس السلام من كانت عنده مظلمة لأخيه اللي ظلم حد ولا واكل ميراس حد ولا واكل مال حد ولا خدع حد ولا غش حد إلحق نفسك في الدنيا أرخص مهي في الدنيا هروح أقوله حقك علي وهبوس إيده كده بوس وهبوس دماغه وقوله حقك خده مني قبل يوم القيامة مهي يوم القيامة لفها بوس إيده خلاص بقى فياش رجع ولا دماغ ولا حقك علي فالحق نفسك في الدنيا ياخد من حسناتك وخلي بال حضرتك أخد بمزاجي يعني إيه أقولك يعني إيه أنا عارف أن اللي قدامي ده مش حالك كده بيصلي بالعافية بس عنده حاجة حلوة قوي إيه هي بيتصدق كتير أنا بقى هاجمسك رقبته بينه ده إيه وقول يا رب أنا عايز حقي من صدقته أختار أختار بمزاجي هو مهمل في حاجات كتير بس ما شاء الله متقن قيام الليل أنا أقول يا رب مش عايز حقي إلا قيام ليله فكده خلاص دمارته حسناته اللي ممكن يدخل بها الجنة إيه قيام ليله عام الحسنات قيام ليل خمسة مليون حسنة وأنا حقي خمسة مليون خدتهم منه شكرا هو كده نقول قصة حلوة يلا ولا معك فاصل لا نقول قصة حلوة نقول القصة واحد أحد زي أمير كده حد من الناس اتكلم عليه وخاض في عرضه اتكلم فالأمير ده زكي وناصح وعنده علم جاي بهدية قيمة جدا وجبعتها للراجل ده فالرجل جاو أخذ الهدية ده هدية غالية جدا وجريح للراجل قال له انت ايه الهدية اللي بعتها لي ده قال له آه أنا عرفت ان انت مبارح اتكلمت علي وجبت سيرتي فأهديتني حسناتك ما انت اديتني هدية عظمة جدا ده انت اديتني هدية ده انا ممكن ادخل الجنة على حسابك فانت اديتني هدية جمده قوي من حسناتك فحبيت ارد الهدية بعتتلك هدية جميلة فسكت كده ليه ده درس طبعا قال له اسمعني بقى اتكلم زي ما انت عايز الكلام مش هأثر علي اتكلم زي ما انت عايز والله ناخد حق منك وهاخد حق منك بينها دي الله يقصد في قنطرة المظالم تكلم كما شيء تخلي بالك من الجملة اللي جاي قال له انا اعلم انك تحسن قيام الليل انا عارف انك شاطر في قيام الليل اقول له انعارف انك شاطر في تلوة القرآن اقول له انعارف انك شاطر في الصدقات اقول له انعارف انك شاطر في جبر الخاطر حلو اتكلم زي ما انت عايز همسكك من رأبتك بين يدي الله يوم القيامة والله ما هاخد حق منك إلا قيم ليلك صرخ بقى صوت ما فيهاش ففوق من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا در صحيح واللي يقول بقى أنت ظلمتني وأنا مش عايز حقي منك في الدنيا بس أنا هاخده منك قدام ربنا سبحانه وتعالى خف أوي 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 طابعا ياللي واكل حق إخواتك ياللي ظالم مراتك ياللي سبت عيالك وجريت ياللي متعد حد من حدود الله ياللي واكل مال حرام ياللي خدعت حد ياللي وقعت حد ياللي سجلت الحد وهو مش عارف ياللي فضلت الجبرج لحد لما غرز وهو مش عارف لكن الله يعلم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي صحيح بيغم عليه لدرجة إنه بيدلق عليه مية سقعة عشان يفوق وعشان الحم تهدى ففاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجاب سيدنا العباس وسيدنا علي وقال لهم حملوني إلى المسجد مشهد خطير سيدنا النبي يا جماعة مش قادر يفرد رجليه فسيدنا العباس شايل سيدنا النبي وسيدنا عليه من ناحية تانية وسيدنا النبي من التعب رجليه بتخط في الأرض مش قادر يفرده وسيدنا علي أجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وسيدنا النبي في هذا الجاوز الستين عاما وفي مرض الموت وعيلته كلها موجودة والمسلمين كلهم موجودين وأبو بكر الصديق بيبكي وعمر بيبكي حاجة مشهد خطير وسيدنا النبي تخيالي في الجو ده كله يقول إيه يقول يا جماعة اللي شتمته يجي يشتمني قبل ما قابل ربنا ينهر بيت خلينا أقولها بالبلد اللي شتمته يجي يشتمني واللي أخذت من عرضه يجي ياخد من عرضي واللي أخذت من ماله يجي ياخد من مالي تعالوا اقتصوا مني قبل ما قابل ربنا عشان قبل وأنا خفيف ومش ظالم لحد فالصحابة بيبكوا فسيدنا النبي تخيالي يقول إيه أنشودكم الله أقسم عليكم بالله حدش قام أقسم عليكم بالله لا يخشى الشحناء من قبلي يعني مش هزعل منه قوم اللي له حق عندي يجي ياخده أقسم عليكم بالله دي تلت مرة فوقف واحد من الصحابة اسمه عكاشة بن محصن قال له يا رسول الله قال له لبيك يا عكاشة الصحابة بيبكوا أنت ضربتني على ظهري كنت جاي أقبل يدك فرفعت العصاء فضربتني على ظهري والله مش عارف كنت أردت أن تضرب الناقة أو الفرس ولا ضربتني وانت آصد فسيدنا النبي تخيله يقول له إيه؟ معاذ الله أن يتعمدك رسول الله بالضرب يا عكاشة اعتذر ولا مش اعتذر طبعا لما حد يقول لي أنت ما سلمتش عليك هقول له معاذ الله أن أنا ما سلمش عليك أنا ما شفتكش ما خدتش بالي اعتذر ولا لا طبعا ومع ذلك سيدنا النبي قال له هات العصاية وضربني على ظهري قدام الناس جميعا قدام الدنيا كلها مشهد يسجلوا التاريخ وده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها بتسجل طبعا معاش النفوق يا لمياء هالب طبعا عشان نصح الله يرضيكي كله هيقابل ربنا صح اتشطر براحتك وتنصح براحتك وتعافى براحتك هتقب من إيدين ربنا والغلبان ده هياخد حق يا جماعة ده ربنا هيجيب الخروف الذي له قرون والخروف اللي ملوش قرون والخروف اللي له قرون نطح الخروف اللي ملوش قرون في الدنيا فأزاه فيجيبهم يوم القيامة ويعكس اللي كان له قرون ما يبقى شله قرون واللي ملوش قرون يبقى له قرون ويقول له انطاعه خد حقك والله يا حديث البخاري وموسط الحقوق هتتاخذ ثم سيدنا النبي أخذ العصا وأعطاها لعكاشا ماذا حدث؟ بعد الفاصل نروح فاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل إن شاء الله أنا التكل فضلت الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم فضلت الشيخ نكمل القصة بعد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مدال والعصا أمسك النبي بالعصا صلى الله عليه وسلم ودهل عكاشا فأول ما أخذ عكاشا وقف سيدنا وبكر وبيبكي قال له يا عكاشا ضربنانا وما تضربش سيدنا النبي قال له جلس يا أبا بكر وقف سيدنا عمر لو الموضوع قوة بقى كان آكلوا بسنان قال له جلس يا عمر وقف سيدنا عثمان وبيبكي يا عكاشا ضربنانا قال له جلس يا عثمان وقف عليه أجلسه والنبي الأحفاد سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عن آل بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عكاشا نحن سبطة سين به آلف طه سبطة سبطة يعني الأحفاد من البنات إنما كلمة أحفاد يبقى ولاد ابني من العاصر أيه بالضبط نحن سبطة رسول الله وقطعة من رسول الله والقصاص مننا كان قصاص من رسول الله فاقتص مننا ولا تقتص من رسول الله الجد هيضرب أمام أحفاده وأمام عيلته التاريخ حبس أنفاسه الدنيا كلها منتبهة إيه اللي بيحصل له ما هذا المشهد مشهد للدنيا مشهد للتاريخ مشهد للكل اتفضل يا عكاشة اضرب قال له يا رسول الله لما ضربتني كان ظهري عريان كمان اه اكشف جا سيدنا النبي معاري ظهره وقال له اضرب يا عكاشة فالكل بيبكي عكاشة بكى بكاء رهيب وجرام العصب طول دراعه وجا حاضن سيدنا النبي وحط وشه في ظهر سيدنا النبي وعمال يبكي ويقلب وجهه في ظهر النبي ويقول من الذي تطيب نفسه أن يضربك يا رسول الله عليها أفضل إنما أردت أن يلمس جلدي جلدك رجاء أن يحفظني الله بحرمتك من النار أنا طول عمري نفسي ألمس الجلد الشريف فسيدنا النبي ابتسم وقال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عكاشة بن محصن بيكشف ظهره عشان يضرب عشان يدحق الناس يا جماعة الله رضيكم حقوق العباد تب بيكشف بطنه كشف ظهره بطنه تب كشف بطنه امتى؟ في غزوة من الغزوات في واحد من الصحابة شاب باسمه سواد بن غزية سواد شاب فقير واقف في الصف في صف احنا ديننا دين الصف فسيدنا النبي بيسوي الصف ومعه عصى صغيرة يسوي بها الصف استو 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 فسيدنا النبي لقي سواد طالع لبرا كده هدومه مقطوعة وبطنه ظهره استوي يا سواد استوي يا سواد فالعصى لمست بطن السواد ما بيضربش ده لمست البطن ما عدي سيدنا النبي سيدنا سواد الكلمة سجلها التاريخ اول ما سيدنا النبي عد قال له اوجعتني يا خير البرية فجاء سيدنا النبي وقف مكاني ما قلت يا سواد قال اوجعتني يا خير البرية انت وجعتني في بطني فجاء رجع سيدنا النبي وقال له اقتص يا سواد خد العصى واضربني على بطني فسيدنا سواد قال له يا رسول الله بطني عارية وانت بطنك متغطية فجأ سيدنا النبي شيل هدومه وكشف بطنه قال له اقتص يا سواد فسيدنا سواد جاء داخل فبطني سيدنا النبي زي ما عمل عكاش وحضن سيدنا النبي ويبكي ويبكي فسيدنا النبي يربط على سواد ما بك يا سواد ما بك قال يا رسول الله معركة لعلي أن أنال الشهادة فليكن آخر عهدي بالدنيا أني ألمسك يا رسول الله رجاء أن يدخلني الله الجنة يا الله يا ناس فوق يا ناس فوق أبل ما نؤف بين يدي الله يا ناس رد المظالم أمال إيه قنطرت المظالم وقنطرت القصاص روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار يعني من الصراط حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا لجنة امتحان رهيبة أفضع لجنة طب هي تفرق إيه عن المحكمة الإلهية المحكمة كان فيها سواب وعقاب القنطرة سواب وعقاب أنت صليت سوابك كذا أنت صمت سوابك كذا أنت اغتبت حد عقابك كذا أنت توزيع يعني أي بالظبط إنما القنطرة ليه رقم واحد لرد الحقوق رقم اثنين للقصاص كل واحد يأخذ حقه رقم ثلاثة للتنقية والتهذيب في الدليل روى البخاري دعنا نقول الحديث كاملا روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار يعني من الصراط حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أزن لهم بدخول الجنة فوالذي نفسه محمد بيده لأحدهم أعرف بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا خلص الحديث يبقى المشهد إيه بعد ما عدى الناس الصراط داخلين الجنة قيل إن أهل الجنة والنار هيعدوا على القنطرة دي ليه ممكن واحد داخل النار ونالي عنده حقه فربنا يخد لي حق منه ممكن حد يدخل الجنة وحد من أهل النار من غير المسلمين أنت خدعته ولا سرقت منه حاجة تم وحقه لازم ياخده ما فيش واحد هيدخل الجنة وواحد من أهل النار له شيء عنده ولا واحد هيدخل النار وحد من أهل الجنة له شيء عنده العدل هو كده ولا مش بش shooting ولا حد من أهل الجنة يدخل وحد من أهل الجنة له عنده شيء ولا حد من النار يدخل وحد من أهل النار له شيء قبل ما يدخل أهل الجنة لجنة وأهل النار لك كل واحد هياخد حقه ولو مثقال ذرة سواء كان حقه ده عند حد من أهل النار ولا حد من أهل الجنة حتى أهل الجنة مع بعض عشان ربنا يزيل الحقد فيما بينهم قال الله عز وجل إنزعوا من قلوبهم ونزعنا ما في صدورهم من غل من حق هيجيني من هنا خدت حقي فلما خدت حقي رضيت وهدأت نفسي وبرد جسمي هل ممكن حد ربنا يشيل عنه الحقوق يوم القيامة ده سؤال مهم جدا احنا قلناه قبل كده على فكرة ايوة هل في حد ممكن لا الحديث ده ما قلناهوش هقوله المعنى الحديث ما قلناهوش بس المعنى قلناه لما قلنا إنه هل ممكن بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى يحمل عنهم الحقوق يشيل عنهم التبعات هل دول اللي كانوا عايزين يردوا الحق وما كانوش قادرين عليه ايوة وإيه كمان ما هو لأ علشان ربنا يقول للمظلوم تعالى نعم يا رب انت ليك عند رمضان حق يقول له اه يا رب فرمضان ده كان تاب واناب وندم ومعملش الموضوع ده تاني وعجز عن رد الموضوع مش عارف او ربما يكون الموضوع انا مش عارف انا ظلمت مين ممكن موظف من الموظفين ظلم عدد من الناس هو مش عارف مين ظلم مين ولا هيعرف يوصلوه ومش هيعرف يوصلوه بس هل في تكفير في الدنيا عن ده ما انا بقول لي ما عليك رقم واحد لازم يكون تاب بجد واناب بجد وعجز بجد النقطة التانية انه ممكن يكون ربنا انعم عليه ورحج وطلب من ربنا ان ربنا يحمل عنه التبعات من عندي نص انظروا الى عبادي جاءوني شعثا غبرا قد اتعبوا الابدان واهلكوا الاموال وفارقوا الاهل والاوطان اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وكفلت عنهم التبعات كفلت عنهم التبعات يعني ايه المظلوم لما جاي بيقول لربنا انا ليه حق عند رمضان وربنا كفل عن رمضان التبعات يا رب فربنا يقول للمظلوم يقول له تعالى عايز حقك يقول له ايو يا رب طب حقك عندنا تمام اللي يرضيك ايه اللي نفسك فيه هيده لك فهيرضى تماما ده احسن مليون مرة احسن مليارات المرة لكن اللي كان اللي ظلم وكان يقدر يرد الحق وما ردوش ده حل وحل تاني خالص الحق هيتاخد منه قولا واحدا دنيا واخرى فلتر الحديث رواه ابو يعلى والمنذري من حديث ابي هريرة قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بيننا اذ ضحك حتى بدت نواجزه سيدنا النبي بيضحك فبيقول له اضحك الله سنك يا رسول الله فبيسأله الا حصل نكمل الحديث نكمل معك وقت او معنا وقت فبيقول فسيدنا النبي بيحكي بيقول رجلان من امتي جثى بين يدي الله عز وجل المظلوم يقول يا رب خذ لي حقي من من ظلمني يعني المظلوم ماسك في مين في الظالم بين يدي الله عز وجل وبيقول يا رب خذ لي حقي منه الظالم تاب واناب وعجز عن رد المظالم ولعل ربنا كتب له الحج فحمل الله عنه التبعات فربنا يقول للمظلوم انظر في الجنة فينظر المظلوم فيرى قباب اللؤلؤ والياقوت والمرجان والزبرجد شايف أصور والأصور مش مبنية من حجر وطين ده أصور مبنية من اللؤلؤ والزبرجد والمرجان وبينها أنهار تجري وحدائق وخدم وحشم فيقول المظلوم يا رب لأي نبي هذا لأي صديق هذا لأي شهيد هذا ده حاجة كتير قوي فربنا يقول له لمن يدفع الثمن فالمظلوم يقول يا رب ده ثمن كبير أوي ومن يملك ثمن هذا فربنا يقول له أنت تملك ثمن هذا فيقول يا رب وما ثمنه ما ثمنه يا رب فربنا يقول له ثمنه عفوك عن أخيك لو عفوت عنه أدي لك المكافأة دي عشان تعرفوا يا جماعة أنه ما فيش ظالم هيدخل الجنة إلا زال مظلوم خدحقه وسامح ورضي فيقول له يا رب عفوت عنه فربنا يقول له خذ بيدي أخيك وادخل الجنة فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد القصة قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المتخاصمين يوم القيامة فكر الحلقة بتاعت الشفاعة لما قلت لك أنا مش عايز أتكلم وعايز أسمعك بس أنا مش عايز أتكلم وعايز أسمعك بس ربي ربيك لو نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل أنا التكلت عليك حوالي برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية معنا النهاردة فضلت شيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأظهر الشريف فقرتنا وفقرة جماعية البر والتقوى المصرية فضلت الشيخ وإحنا بنتكلم عن يوم الموقف العظيم وحضرتك بتتكلم على الناس اللي عندهم صدقات كتير وبيتصدقوا كتير بس بيعملوا أعمال ممكن تكون تغضب ربنا سبحانه وتعالى أو ظلمين حد حال المتصدق اللي ممكن يكون بيظلم في الدنيا بص حضرتك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا إن الناس اللي بتتصدق الناس اللي بتزكي الناس اللي بتنفق في سبيل الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا دنيا ولا آخرة قال الله عز وجل الذين انفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله عز وجل الذين انفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنوا انت لا تخاف ولا تحزن لا دنيا ولا آخرة لا تخاف من اللي انت ريحلو ولا تحزن عن اللي انت سايبو لأن ربنا سبحانه وتعالى هيجعل الملائكة أوليائك في الدنيا والآخرة معاك لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الصدقة سبب في غفران الزنوب وسبب في رضا علام الغيوب مش كده وبس لما تطلع من يوم الايامة تطلع من القبر للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى الدنيا حر جدا والكل خايف انت متطمن وفي امان لا وفيه مظلة فوق رأسك ده فيه مظلة بتظللك من كل حر ومن كل كرب وأنت في حماية الله عز وجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن في ظل صداقته يوم القيامة الدنيا حر وتعب ومعاناة وانت الصدقة متجسمة وفوق دماغك مظلة مكيفة وجميلة لانت حاسس بحر حتى لو كانت بسيطة وكل بني آذب حسن ما تصدق طبعا يا فندم طبعا وكل واحد بقى وصداقته وكل واحد ونيته وفيه ظل عادي وفيه ظل ظليل يعني تخيالي حضرتك ظل عادي الدنيا حر جدا جدا ونماسك شمسية فالشمسية مظللة عليها شوية بس انا حاسس بايه بحر وعرقان لانه ده ظل عادي تخيالي حضرتك شجرة عتيقة على رأس الارض الزراعية شجرة طويلة جدا فالأسيادنا قاعدين تحت الشجرة الهوى بتاعها تكييف ليه لانه كل ظل فوق ظل كل ظل فوق ظل دول اللي بيوضبوا على خروج الصدقات ده ظل ظليل بقى فانت شوف بقى عايز ظل عادي ولا ظل ظليل طب الظل العادي اللي بيعمل ايه والظل الظليل اللي بيعمل ايه كل بس حضرتك العمل يضاعف بالنية وبنفعه للفقير وبعظم الصدقة هل يتساوى من تصدق بكذا كما تصدق بكذا هل يتساوى من تصدق ليرى الناس صدقته مع من تصدق اخلاصا لله رب العالمين هل يتساوى من تصدق وازى الفقير مع من تصدق ابتغاء مرضات الله رب العالمين يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس تبقوا التاني ومثلوا الذين ونفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفوسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل فالمسألة كل ما كان النية اعظم كل ما كان الاجر اعظم كل ما كانت الصدقة اعظم كل ما كان الاجر اعظم كل ما كانت الصدقة انفع كل ما كان الاجر اعظم كل ما كانت الصدقة اخفى كل ما كان الصدق كل ما كان الاجر اعظم وربنا سبحانه وتعالى عالم بقلب كل واحد فينا طبعا يعني اللي نفسه يتصدق لكن معلقات دومه شادر او اللي معاوب يتصدق قليل او يعني اشكال كتير جدا للصدقة فربنا سبحانه وتعالى عالم باللك هو كل بني ادم أو اللي بيتصدق عشان زي ما حضرتك بتقول ولا يازه بالله رياء عايز ده يقول ده بيتصدق وبيعمل وبيجري وبيروح ده لا أجر له عند الله عز وجل وده الأول ثلاثة بالعكس ده بيشيل زمن بالضبط ده أول ثلاثة بتصعر بهم جهنم أحدهم المتصدق من أجل أن يقول الناس عنه متصدق مش أنت كنت عايز الناس تقول عليك متصدق خلاص أهل ناس قالت يبقى خذت أجرك فلا أجر لك عندنا وكذلك قارئ القرآن اللي عشان الناس تقول قارئ وكذلك العالم اللي عشان الناس تقول عالم وكذلك المجاهد اللي الناس عشان تقول مجاهد إبه ده مش لوجه الله فكل ما كان لوجه الله دام لله وما كان لغيره ينقطع قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثورة أخلص تتخلص من الخوف والحزن دنيا وأخلص صحيح طيب خلونا نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والتقو ونرجع لحضرتكم مرة تانية لم عرفنا أهمية المية وإنها مشكلة المشاكل عرفنا أن سيدنا النبي لما سؤل عن أفضل الصداقات اتفاجئنا كلنا أن أفضل الصداقات هي سقي الماء اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدمها حتى على المساجد وقدمها حتى على المزارع بدأنا نوصل لأماكن فعلا محتاجة تنقية الماء زي ما احنا هنا دلوقت بالتحديد في قرية قرية مش مركز أه قرية اسمها العاشر من رمضان تبع مركز فايد من أفضل الصداقات على الإطلاق أنك تسقي الإنسان مية كويسة عشان تحافظ على صحته لأن الإنسان لو شرب مية مش كويسة هيتعرض لمشاكل صحية كبيرة جدا هتهلكه وهتكلفه كتير جدا إنما احنا بندور على الصداقة اللي بتفيد الإنسان صحيا واجتماعيا وتوفر عليه حاجات كتيرة جدا مع البر والطقوة هنعمل محطة واثنين وعشرة المحطة اللي انتوا شايفينها دي هي المحطة رقم 68 في جمعية البر والطقوة أملنا سنة 24 إن احنا نتخطى المية وخمسين محطة إن شاء الله عندنا أماكن محتاجة لعندنا أماكن كتير محتاجة محطات لتنقية المياه المحطة دي لها قصة عشان تبقوا عارفين هي بتتعمل إزاي ده اللي احنا هنشوفه إن هي بتعتمد في الأساس على بير عميق شوية بير مية تحت الأرض المية دي جاء من تحت الأرض لكن بيركب أجهزة متعددة وهي بتنقل مية مرحلة مرحلة لغاية ما بتوصل عند الحنفية هنا للمواطن اللي هو أسيادنا الناس الطيبين اللي يستهلوا مننا كل خير تعالوا بينا نشوف المراحل كلها كده مع بعض ونشوف لو انت لسه ما شاركتش معانا في محطة يارد تلحق بسرعة وتشارك معانا في محطة لأن السواب أعظم مما تتخيل الرجل لما سأكلب ربنا شكره وغفرله واسقى مرة واحدة بس فما بالك انت هتسقي ناس ربنا قرمها اللي هو ابن آدم ربنا قرمه وهتسقيه مرة واثنين وعشرة ومليون فشوف ربنا هيغفر لك إزاي وهيبارك لك إزاي يلا بينا نكمل مسيرتنا في محطات تنقية المياه ترجمة نانسي قنقر ربنا سبحانه وتعالى جعل الصدقة موجودة في حياتنا نعمة كبيرة جدا علينا لأنها بتشيل الزنوب وبتطهر البني آدم وبتبعد عننا الإبتلاقات وبتنقينا وبتدخل السعادة لقلوبنا حاجات كتير قوي قوي موجودة طبعا وخاصة الميا يعني ملف الميا وملف المحطات وملف توصيلات الميا وملف المبردات وملف الأبار النقية جدا جدا ومتفلترة حضرتك كنت بتقول لي أسماء كتير آه ما شاء الله ما شاء الله ربنا يجعلوا في مزان حسناتهم كلهم أيوة طبعا أنا لفت نظري أولا لأنه المحطة ضخمة جدا وتكلفتها كبيرة جدا جدا ومراحلها كتير قوي بتاخد شغل كتير مش بتاخد شغل بس يعني شوفي حضرتك كمية الأسماء اللي اشتركت كتير قوي ومش كده وبس يا جماعة موضوع الصيانة كبيرة جدا يعني بتحتاج صيانة بتحتاج متابعة محتاج يوميا متابعة محتاج صيانة كتيرة جدا ومكلفة جدا فالموضوع مش واقف على مجرد أنك تعمل الحاجة لا ده تصنها عشان تستمر فملف الميا كبير جدا والصدقة في الميا عظيمة جدا جدا وربنا اهتمي بها قوي في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حيء فرأيتم الماء الذي تشربون في كل كبد رطبة أجر إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة باب الجنة اسم الريان مش باب طعام الطعام لأن أساس الحياة هو المياه من أسرع الصدقة ثوابا أسرع الخير ثوابا سقيوا الماء ولما تزيل العطش عن حدي يا ربنا يزيل عطشك ويوم القيامة عندنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم وربنا يسقيك وسيدنا النبي يسقيك وفي الجنة الأنهار وفي الجنة النهر الكوثر فواضح أن ملف المياه أصلا في الدين وسقي الماء وإزالة العطش أجروا كبير جدا وكلنا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة التي سقط كلبا فشكر الله لها وغفر لها وأدخل الجن سقط مجرد أنها سقط حيوان من الحيوان فكيف من سق إنسان مسلم ولا غير مسلم كيف يكون أجره كيف من أزال العطش عنه كيف من وفر له مياه نظيفة كانت سبب في صحته وسبب في شفائه وسبب في ارتوائه وسبب في إزالة العطش عنه الموضوع كبير جدا لفت نظري كمان يا فضلت الشيخ إنه في اسم مكتوب لاتنين راجل وست ومكتوب ومن ابناتك آه جميلة أولي جميلة أولي طبعا التواصل الأجيال بالعمل الصالح البر سواء بقى كان في وجودهم أو في عدم وجودهم طبعا موجودين مش موجودين إنت بتاخد أجر كامل زيهم يعني هم عملوا العمل إنت بتاخد أهيبن أهيبن هو من ابناتك حاجة مشرفة حاجة جميلة فأنت بتاخد أد أجرهم يعني مثلا العمل ده بيجيب لهم أجر يومي مثلا مئة ألف حسنة وإنت برضو بيتحول على رصيدك مئة ألف حسنة وزيادة تجارة مع ربنا لا لا وزيادة البر عايزة أكد على النقطة دي يا أستاذ المياء يعني لو واحد فينا يا جماعة قال أنا هعمل الصدقة دي لولدي والده عايش أو ميت والدك بياخد الأجر كاملا وإنت تاخد الأجر كاملا وزيادة لك إنك بار بوالدك مش كده وبس وإنت شلته عند ربنا فهيطلع ابنك يعمل لك زي ما عملت الوالدك ويتصدق لك زي ما تصدقت الوالدك البر الوالدين كتاب وقصة يكتبها الآباء يرويها لهم الأبناء صحيح صحيح من الأعمال العظيمة اللي بتقوم بيها جماعية البر والطقوة هي المساجد ودايما نقول إنه الصلاة داخل المسجد تختلف تماما عن ما بنصلي في البيت أو بنصلي في أي مكان تاني استشعار المكان والروحانيات اللي بتبقى موجودة فيه الموضوع بيبقى مختلف تماما من أجمل وأعظم المساجد اللي عملتها جماعية البر والطقوة المصرية أنا بحب المسجد جدا برضو من الملفات العظيمة في جمعية البر والطقوة ملف المساجد بناء وصيانة وترميما واستمرارا هم ما شاء الله عندهم ملف كبير وعظيم جدا جدا لبناء المساجد من أساسها ولترميمها وصيانتها والمتابعة في ذلك لتزعل قوي لما تعدي على مسجد في قرية أو في محافظة أو في أي مكان وتلاقي المسجد مهجورة علشان خاطر نقصوا حاجات كتير جدا من وجهة نظري ما عاد شيء لأنه فضل الله عز وجل قيادة مهتمة جدا بالمساجد مؤسسات مهتمة جدا بالمساجد وزارات مهتمة جدا بالمساجد ففيه طفرة عظيمة جدا في مصر في رعاية المساجد مبنى ومعنى ما شاء الله قيادة سياسية عظيمة وزارة الأوقاف وزارة عظيمة جدا مهتمة جدا بالمساجد والجمعيات بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية اهتمام غير عادي بالمساجد شيء مشرف جدا شيء عظيم طفرة علمية ودعوية ومبنى ومعنى في المساجد طفرة عظيمة جدا المساجد شجلها يفرح لما بنعمل حاجة بنعمل حاجة كويسة جدا وجمعية البر والتقوى بتهتم جدا بهذا الأمر بتهتم قوي ببناء المساجد ولما تيجي تبني أو تعمل صيانة أو ترميم بتعمل على أحسن ما يكون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صحيح نوارتين يا فضل تشيخ بشكر حضرتك بشكر حضرتكم مشاهدينا ولو عشتوا كاليوم رأشوف حضرتكم بكرة على خير إن شاء الله سلام عليكم أنا لما قلت يا رب يا رب هديت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة